موسيقى السلام عليكم نشرة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين رئيس مجلس النواب يقول أن معاقلي الاتفاق السياسي هم الأعضاء المتغيبون ويطالب بحضور كافة أعضاء المجلس الرئاسي لمنح الثقة لحكومة الوفاق موسيقى كوبلر يقول أن ليبيا في حاجة إلى إعادة بناء جيش موحد يضم جنودا من الشرق والغرب والسيسي يحذر من عواقب التدخل العسكري في ليبيا الناطق باسم قوات الساعقة يؤكد مقتل عنصرين من قواتهم في بنغازي وشخصيات ليبيا تتعهد بتقديم المساعدات للمدينة وتحقيق السلم الاجتماعي موسيقى أهلا بكم أكد رئيس مجلس النواب عقيل صالح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لا تخيفه قائلا إنه يؤيد الاتفاق السياسي ويسعى دائما للمصالحة داخل البرلمان وخارجه وأوضح صالح في حوار مع منظمة مراسلون ومقرها برلين أن من يعرقل الاتفاق السياسي هم الأعضاء المتغيبون لأن غيابهم يعطل اتخاذ قرار حول حكومة الوفاق على حد تعبيره وأشار صالح إلى أن نقل السلطة يحتاج إلى تعديل الإعلان الدستوري لا سيما وأن بعض اختصاصات الحكومة خاصة بمجلس النواب ويجب أن تنقلها بعد هذا التعديل وهو ما يجب أن ينجزه البرلمان في جلساته المقبلة واشدد رئيس مجلس النواب عقيل صالح على ضرورة حضور كل أعضاء المجلس الرئاسي إلى البرلمان وأن يؤكد اعترافهم بشرعية المجلس والجيش حسب تعبيره قائلا إنه لا يمكن من حسقه لأشخاص لا يعترفون بهذين الجسمين واستغرب صالح في حوار مع منظمة مرسلون بدء المجلس الرئاسي في مخاطبة المجتمع الدولي قبل أداء اليمين الدستورية وأضاف رئيس مجلس النواب أنه تم دمج رئيس الدولة مع رئيس الوزراء في منصب الواحد في الاتفاق السياسي قائلا إنه كان من المفترض أن يعين رئيس الوزراء وأن لا يكون من ضمن أعضاء المجلس الرئاسي حسب قوله ورأى المحلل السياسي محمد الهنجاري في نشرة سابقة أن تغيب أعضاء مجلس النواب عن الجلسات ناتج عن تلقيهم لتهديدات في حال التصويت على إقرار حكومة الوفاق وفق تعبيره ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات بحق نوري بوساهمين وعقيل صالح وخليفة لغويل ونقلت وكالة رويترز عن دولماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض العقوبات بحق رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني بسبب معارضتهم للحكومة التوافقية التي شكلت برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ووفق المصادر فإن نص العقوبات يحتاج لموافقة منوهين إلى أنهم لا يتوقعون معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة وفق تعبيرهم وتمهد هذه الإجراءات لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب نفس المصادر وقد اعتبر الباحث في شأن الديبي حسين جيدل أن قرار العقوبات إقرارها على من وصفهم برافضي الاتفاق السياسي يعد انتصاراً لفرنسا حسب قوله لافتاً إلى أن تنفيذ هذه العقوبات سيقوم بعز المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ العقوبات ستسرع ستقلل من دائرة الذين ينويون الحوار للأسف أن هذه العملية تتم الآن تتم الآن ضد الإخوة في طرابولس وبالتالي كان الأشدر بهم أن يحاولوا أن يدخلوا في العملية بطريقة أخرى ليضعفوا المناوئين الحقيقيين للحل السياسي وهو الجنرال حفتر الذي ينادي بحل عسكري قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرا إن هناك أخطاء كثيرة تحدث في ليبيا بسبب تصرفات بعثة الأمم المتحدة ورئاسة مجلس حكومة الوفاق وأوضح بعيرا في لقاء مع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فيز السراج خاضع لما سماها ضغوطاً دولية وإقليمية جعلته يتصرف بطريقة غير دستورية وعليها أن يقدم استقالته لمجلس النواب حتى يكون الإجراء قانونياً حسب قوله وأضاف بعيرا أن الوضع الذي وصلت إليه ليبيا اليوم سببه تصرفات المبعوث الأممية السابق برندين ليون الذي أدخل البلاد في نفق مظلم على حد تعبيره قائلاً إن حل الأزمة يكمل في العودة إلى المسودة الرابعة طالب تحالف القوى الوطنية في بيان الله بضرورة ممارسة مجلس النواب لاختصاصاته المنصوص عليها بالاتفاق السياسي احترام ذلك والمساعدة على تحقيقه حماية للعملية السياسية في ليبيا ودع البيان رئيس مجلس النواب عقيل صالح إلى تحمل مسؤولياته ودعوة النواب جميعاً لجلسة تنقل للشعب الليبي مباشرة يتم خلالها التصويت على تعديل الأعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق كما طالب البيان رئيس المجلس الرئاسي وأعضاءه باحترام الاتفاق السياسي والصلاحيات الممنوحة للأجسام السياسية الأخرى في الاتفاق والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التوافق بحسب البيان حذر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر من تواصل توسع الإرهاب في ليبيا ومن انتقال الوضع الاقتصادي من السيء إلى الأسوأ وعقب مباحثات أجرها في القاهرة مع المسؤولين في الجامعة العربية أكد كوبلر أنه من العاجل التحرك الآن ولذلك قررت مجموعة الحوار الليبي نقل المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس من أجل تسلم فوري ومنظم وسلمي للسلطة وحذر كوبلر من أن ما يعرف بتنظيم الدولة لا يعبأ بالاتفاقات بل يباشر فقط بالتوسع كل يوم في المزيد من الأراضي المؤسسات ضعيفة فعلا إلا أن من الأهمية بمكان أن توجد حكومة وحدة وطنية وكذلك جيش ليبي موحد يشمل ويضم جنودا من الشرق ومن الغرب وهناك أهمية بالغة لإعادة بنائه الآن لأن الحرب ضد تنظيم الدولة لا يمكن أن تتم دون جيش ليبي قوي حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أي تدخل عسكري سابق لأوانه في ليبيا مذكرا بالإخفاقات التي واجهها المجتمع الدولي بتدخله في الصومال وأفغانستان وعدم تحقيق أي نتائج تذكر على حد تعبيره وصرح السيسي في حوار له مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية بأنه من المهم أن تكون كل مبادرة إيطالية أو أوروبية أو دولية للتدخل بطلب ليبي وبتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية وأضف السيسي أن البديل هو دعم المؤسسة العسكرية في ليبيا وعليه يمكن تحقيق نتائج إيجابية في محاربة التنظيمات الإرهابية قبل تحمل مسؤولية التدخل الأجنبي حسب قوله أكد الناطق باسم القوات الخاصة الساعقة في بنغازي ميلود الزوي مقتل إثنين من قواتهم في أحداث متفرقة بالمدينة وأوضح الزوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أحد القتلين توفي متأثرا بجروح كان قد أصيب بها خلال اليومين الماضيين في اشتباكات قرب مصنع الإسمنت وأضف الزوي أن السلاح الجوى التابع لحفتر قام مساء أمس بقصف تمركزات في محور رسط البلاد دون أن يوضح ما إذا كانت عمليات القصف قد أسفرت عن أي خسائر بشرية دفن فريق إدارة الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي سبع جثث بعد أخذ تصريح من السلطات المحلية وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي توفيق الشكر لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الجثث التي تم دفنها مضى على وجودها في ثلاجة الموتى بمركز بنغازي الطبي أكثر من ستة أشهر مشيرا إلى أن عملية الدفن تأتي بعد التأكد من أخذ عينات الحمض النووي دي ان اي لهذه الجثث تعهد عدد من السياسيين ومكونات المجتمع المدني بتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير ضمانات أملية للعاملين في المجال الإنساني مطالبين بزيادة المساعدات المقدمة للمتضررين دون شروط مسبقة أو تمييز أو تأخير وفي بيان نشره مركز الحوار الإنساني الذي يتوسط في الصراع دع الموقعون إلى ضرورة تحقيق السلم الاجتماعي وإنشاء نظام للعدالة الانتقالية وعودة الاستقرار إلى بنغازي حسب البيان وقال مدير المركز كريستفور نورثتون أن بنغازي تقع في قلب الصراع الدائر بليبيا مضيفا أن إيجاد حلول لتحسين الوضع في المدينة سيسير جنبا إلى جنب مع المساعدة في حل الصراع على المستوى الوطني ونقل المركز عن مجلس النواب أن الصراع في ليبيا أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص وشرد خمسين ألف عائلة الآن إلى درنا حيث صد مقتل مجلس شورى مجاهدي المدينة وضواحيها فجر اليوم هجوما شنه مسلحون تابعون لما يعرف بتنظيم الدولة في محور الصلاة بحي الساحل الشرقي وقال مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنا لقناة ليبيا لكل الأحرار إنه مشتبك بشكل مباشر بالأسلحة الخفيفة مع عناصر التنظيم قبل أن تقوم المدفعية السقيلة التابعة لقوات المجلس باستهداف تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة من جهة أخرى أشار المصدر نفسه إلى أن سرية الألغام التابعة للمجلس فككت أربع عبوات ناسفة كان قد زرعها مقاتلو التنظيم في محور الحيلة بمنطقة الفتايح جنوب المدينة بهدف استهداف آليات تابعة لمجلس شورى مجاهدي درنا أفاد رئيس اللجنة العليا للمصالحة في قضية طريق الساحل الرابط بين الزاوية وطرابلس جمعة فحيمة بأن محاولات الوصول إلى حل يقضي بفتح الطريق لا تزال مستمرة وأضاف فحيمة لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه يتم حاليا تقييم الوضع مشيرا إلى وجود اتصالات مكثفة مع الأطراف داخل منطقة ورشفانة كما نوها فحيمة إلى وجود خطة متكاملة من أجل تأمين الطريق في انتظار موافقة جميع الأطراف بعد 35 يوما من المحاولات لفتح الطريق الساحلي يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مزدود رئيس اللجنة العليا للمصالحة في قضية الطريق الساحلي جمعة فحيمة أرجع أسباب عدم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي إلى ما سماه تعنت بعض الأطراف التي طالبت بتعويذ مالي جراء الأضرار التي لحقت بالمنطقة موذحا أن هذا الأمر يصعب تحقيقه في هذه الفترة بسبب عجز الدولة نحن نقول أن المشكلة تكمن في من يقودون أو قيادات الموجودة في ورشفانا بالدرجة الأولى هي من لم تحسن التصرف معنا ومع اللجنة المكونة رئيس المجلس العسكري ورشفانا عبد العالي الشيباني قال من جهته أن حكومة الإنقاذ أقرت مبدأ التعويذ للمتضررين من منطقة ورشفانا وإنه تم توصل إلى كيفية رسم الحدود الإدارية للمنطقة موذحا أنه سيتم تشكيل كتائب أمنية محايدة لتأمين الطريق الساحلي في غضون ذلك كذل ناتق باسم مديرية أمن الزاوية أن أهالي المدينة سعون إلى إنهاء مشكلة الطريق ومد أيديهم لأهالي ورشفانا من أجل الصلح موذحا أن من يعرقل فتح الطريق الساحلي هم مجموعة من الخارجين عن القانون نعلم جيدا أن الكثير من أهالي ورشفانا الشرفاء غير الرابين عما يجري بداخل ورشفانا من قتل وعدم وجود لمتطلبات الحياة من وجود سوى من إدارات خدمية سوى صحية أو مصرفية وغير ذلك مسألة فتح الطريق الساحلي تبقى أولوية بسبب الأضرار التي لحقت بكامل لمدن المنطقة الغربية منذ إغلاق الطريق وعطلت مصالح المواطنين للالتحاق بأعمالهم أو تلقي علاج في مستشفيات ترابلس أكد بيان صادر عن ممثلين لمناطق ومدن وبلديات المنطقة الغربية إثر اجتماعا انعقد بمنطقة قصر بن غشير دعم حكومة الوفاق الوطني مطالبين بمباشرة عملها من العاصمة ترابلس أوصل مجتمعون بضرورة فتح الطريق الساحلي وطريق جبل نفوسة والوقوف صفا واحدا لمحاربة الإرهاب والتطرف دع المجتمعون إلى تكثيف الجهود الرامية لرأب الصدع وتهديئة بؤر التوتر للوصول إلى المصالحة الشاملة وتحقيق مبدأ السلم والتعايش وأضاف البيان أن أهالي المنطقة الغربية براء من أي قتال مشددا على رفع القطاء الاجتماعي عما وصفهم بالخارجين عن القانون واتفق المجتمعون على ضرورة أن يكون هذا الاجتماع بداية مصالحة وطنية شاملة نشتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل طلاب الليبيون يعرضون منتوجات ليبية تقليدية في معرض سوق أريج من بلدي والمقام في الدوحة رئيس مجلس النواب يقول أن معرقلين الاتفاق السياسي هم الأعضاء المتغيبون ويطالب بحضور كافة أعضاء المجلس الرئاسي لمنح الثقة لحكومة الوثاق كوبلر يقول أن ليبيا في حاجة إلى إعادة بناء جيش موحد يضم جهودا من الشرق والغرب والسيسي يحذر من عواقب التدخل العسكري في ليبيا الناطق باسم قوات الساعقة يؤكد مقتل عصرين من قواتهم في بنغازي وشخصيات ليبيا تتعاهد بتقديم المساعدات للمدينة وتحقيق السن الاجتماعي أهلا بكم من جديد قال وزير الصحة في حكومة الأزمة رضا العوكلي إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عقد لقاء مباشر مع ممثلين من وزارة الصحة التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني في ترابلس وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الأزمة فإن هذا القرار يأتي بناء على التعليمات الموجهة من لجنة الحوار في مجلس النواب ومجلس رئاسة الوزراء بحكومة الأزمة وأضاف العوكلي أن هذا القرار يأتي تماشيا مع الحوار ليبيا من أجل توحيد جهود المبذولة للتغلب على المشاكل والصعوبات التي يمر بها قطاع الصحة في البلاد رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة السئناف مصرات عفوا في جلستها الخامسة الدعوة المرفوعة من قبل بعض المواطنين المطالبين بوقف المجلس البلدي مصرات عن العمل وحله وقال عضو دائرة القضايا الحاضر عن المجلس البلدي عبد السلام المدني لقناة ليبيا لكل الأحرار إن المحكمة بررت قرارها بعدم اختصاصها برفع مثل هذه الدعاوة السياسية والسيادية حسب قوله وكان عدد من المواطنين في مصرات قد طالبوا بإيقاف عمل المجلس البلدي وحله ووقف قراراته فورا بسبب مشاركته في حوار الصخيرات وذهب وفد منه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب المدني أعلن الناطق باسم وأسسة الوطنية لنفط محمد لحراري أن إنتاج الخام تراجع إلى ما بين ثلاثمائة ألف وثلاثمائة وخمسين ألف برميل يوميا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب صعوبات في توفير الكهرباء وأوضح لحراري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن نقص الإمدادات من شبكة الكهرباء أثر في إمدادات النفط من حقلي السرير والمثلة شرق البلاد مضيفا أن العمل جار على تجاوز هذه المشكلة الفنية وإعادة الإنتاج إلى ما بين ثلاثمائة وستين ألف وثلاثمائة وسبعين ألف برميل يوميا احتلت ليبيا المرتبة السابعة وستين عالميا وسبع عربيا في ترتيب تقرير السعادة العالمي الذي عرضت تفاصيله في روما في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسعادة والذي تحييها الأمم المتحدة في العشرين من مارس من كل عام وأعدت التقرير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وتضم مراكز البحث والجامعات والمعاهد التقنية من أجل المساعدة في إيجاد حلول لبعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأكثر إلحاحا في العالم وأشارت الشبكة إلى أن تقرير السعادة جاء حصيلة لتحليل الأوضاع السائدة في 157 بلدا مع الأخذ بعين الاعتبار 38 مؤشرا بدءا بالنظام السياسي ومرورا بمستوى الفساد في المجتمع وأوضاع التعليم وانتهاءا بالنظام الصحي عرض طلاب الليبيون في تظاهرة سوق أريج من بلدي في الدوحة عددا من الصناعات التقليدية واليدوية الليبية وقد حظي الجناح الليبي في التظاهرة باهتمام الجالية وزوار المعرض وأدى السفير الليبي في الدوحة عبد المنصف البوري وطاقم من السفارة زيارة للجناح الذي أشرف على تنظيمه الطلبة الليبيون ويشارك في التظاهر التي تحتضنها كلية شمال الأطلنطي 19 بلدا من بينها ليبيا وذلك بعرض تقاليد بلدانهم وموروسها الثقافي هذا كل تنظيم الجالية الليبية في الدوحة كان الفترة أنه عسليمي جدنا صوت كل يوم معرض وزلاء الهتمام يوم المجمع احتضنت كلية الزراعة بجامعة مصراتة ورشة عملية للتعريف بشجرة البان التي تلقى اهتماما متزايدا بسبب تركيبتها الغنية الندوة شملت كذلك عروضا عن طرق الزراعة الشجرة واستعمالاتها الممكنة فوائد شجرة البان أو المورينغا واستعمالاتها الغذائية والطبية موضوع تنولته ورشة علمية بكلية الزراعة بجامعة مصراتة والهدف تقريب هذه النبتة من المهتمين وفتح الباب لزراعتها في ليبيا للاستفادة من فوائدها المختلفة هذه الشجرة جديدة على هذه الدولة نسعى من خلال هذه الندوات لتعرف بها ونشرها لاستعمالاتها لفتح الباب أمام المهتمين من البحات وأقسام العلم النبات في كليات العلوم ومركز البحوت لاستخلاص أو لاستفادة منها على أوسع نطاق النبتة التي تعود مواطنها الأولى إلى الهند وجزيرة العرب تحتوي على عدة فيتامينات ومعادن كما يمكنها التأقلم مع بيئات متنوعة مجموعة من المهتمين أكدت نجاح استنباتها في العاصمة طرابلس هذه الشجرة هي مكمل غذائي وليس الدواء وبالتالي نحن ندعوها المكمل الغذائي الرئيسي قمنا نحن كفرقة في طرابلس بزراعتها في شهر مايو سنة 2015 وكانت النتيجة باهرة جدا الورشة تضمنت عروضا عن مكوناتها واستخداماتها الممكنة كمكمل غذائي وهو ما يجعل استخدامها مطروحا للوقاية من عديد الأمراض ختم النشر وإليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها رئيس مجلس النواب يقول إن معرقلي الاتفاق السياسي هم الأعضاء المتغيبون ويطالب بحضور كافة أعضاء المجلس الرئاسي لمنح السقة لحكومة الوفاق كوبلر يقول إن ليبيا في حاجة إلى إعادة بناء جيش موحد يضم جنودا عن الشرق والغرب والسيسي يحذر من عواقب التدخل العسكري في ليبيا الناطق باسم قوات الساعقة يؤكد مقتل عنصرين من قواتهم في بنغازي وشخصيات ليبيا تتعاهد بتقديم المساعدات للمدينة وتحقيق السلم الاجتماعي دمت في أمان الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر